نعم بالفعل منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عمليات مداهمة واسعة النطاق في مناطق شمال الضفة الغربية أصيب صباح هذا اليوم فتى فلسطيني في بلدة عقابة إلى الشمال من مدينة طباس واعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي وأعلد أحد المطاردين عقب فشل عملية اعتقاله فيما اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم ومدينة جنين وسط مواجهات عنيفة ومداهمة لعدد من الحارات حارة الدمج والصمران والحواشين وحارة كيلانانسا وداهم جيش الاحتلال عدد من المنازل وصى اشتباكات مسلحة واستهدافات بالعبوات الناسفة بالإضافة إلى اقتحام بلدة قفين شمال مدينة تول كرم واعتقالي شاب فلسطيني واقتحام لمخيم بلاطا شرقي مدينة نابلس اقتحام كان مفاجئ في الفترة الزمنية انسحبت الاليات العسكرية بعد نحو عشرين دقيقة من عملية هذه الاقتحام وسط طبعا اشتباكات ومواجهات عنيفة بالإضافة لمواجهات في بلدة برقين إلى الشمال من مدينة سلفيت ومداهمة في هذه اللحظات لبلدة حجة إلى الشرق من مدينة قلقيليا ما يحدث الأبرز وسط هذه الأحداث الكبيرة هي بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس الجاثمة على أراضيها مستوطنة حومش التي أقر وأعيد بناؤها خلال الفترة الماضية وتحديدا العام المنصرم بموافقة الكنيسة والكابينات الإسرائيلي في هذه اللحظات يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة العشر ساعات الإغلاق الشامل وفرض حظر التجوال داخل البلدة عشرات المنازل دوهمت بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك تفجير لمنزل على الأقل وأكثر من 30 حالة اعتقال حتى هذه اللحظة المعتقلون يتم اقتيادهم إلى داخل أحد المنازل التي تم تحويلها إلى نقطة تحقيق ميدانية يتم اعتقال عدد منهم وآخر يتم التحقيق معهم وإطلاق صراحه هناك أصوات لانفجار سمع قبل قليل أحد المواطنين أفاد بأن الاحتلال قام بتفجير المنزل القاص به يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية العسكرية أنه يقوم بملاحقة المطاردين البحث عن أسلحة وذخائر وتحييد العبوات الناسفة قام بتوزيع عدد من المنشورات داخل البلدة يفيد بأن الاحتلال سيقوم على عملية كنس هذه العبوات الناسفة المعدة مسبقا في بلدة برقة ومحلية الصنع وبالتالي وطيرة التصعيد مستمرة في مناطق الضفة الغربية مع استمرار حملة المداهمات الإسرائيلية والاختحامات المتكررة لعدد من البلدات ندنو حتى هذه اللحظة من نحو خمسة آلاف معتقل في مناطق الضفة الغربية مع استمرار هذه الوتيرة المرتفعة والسريعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاقتحام المتكررة والتي باتت بطبيعة الحال نقاط ساخنة وسط اشتباكات مسلحة عمليات إطلاق نار، تفجير لعبوات ناسفة، استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية سواء ذلك في جنين أو في طباص أو حتى في مخيم بلاطة بمدينة نابلس وبالتالي زاد الاحتلال من وطيرة التصعيد في هذه المناطق شكرا لك من نابلس خالد الدين من رسل الغد نعود إليك بكل تأكيد في سياق هذه التغطية لمتابعة التطورات لاحقا